اليوم قديشة مراني شوع مشيحة كارزوثا آلوقات سوحة مشيحة مراني شلاء مراني شلاء في بيت أحد كبار الفريسيين ليتناول الطعام وكانوا يراقبونه وإذا أمامه رجل به استسقاء فقال يسوع لعلماء الشريعة والفريسيين أيحل الشفاء في السبت أم لا فسكتوا فأخذ يسوع الرجل بيده وشفاه وصرفه ثم قال لهم من منكم يقع ابنه أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينشله منها في الحال فما قدروا أن يجاوبوه والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد للمسيح ربنا آمين نبدأ اليوم الأحد الأول من الصيف سبع سابيع من هذا الموسم اللي كانوا يسمونه موسم حليلين يعني اغسلنا موسم رح نتأمل بينه في شيء هو أساسي بالمسيحية أساسي المسيحية لغة لغة العلامات كيف نقرأ العلامات ويسوع يصنع علامات وحياتنا كلها علامات أكو ستلاف وستمئة لغة بالعالم أغلبها ما كلها بيه كتابة علامات واللي يعرف هاي اللغة يقرأ العلامات لكن اللغة لغة يسوع هي بيه خصوصية وهذا هذا الموسم موسم الصيف هو عطلة وإحنا نقدر نستفيد من العطلة ونقدر نضيع وقتنا العطلة ضرورية نستعيد الطاقة ونستفيد من هذا الوقت الشباب البارحة رجعوا من مخيم سفرة كانت كلش مفيدة هذه العطلة هي مناسبة مناسبة نتعرف اجتماعيا إلى بعضنا البعض ونتعرف إلى أشياء موجودة عندنا نحتاج أن نكتشف من خلال تدربنا على قراءة هذه العلامات يسوع يقول بأن وحد من العلامات هي النهاية يعني لازم نفكر بالنهاية من نعم المشروع لازم نفكر أنه هذا المشروع ينتهي كثير كثير اللي درسوا الحضارات يقولون أنه الحضارات البشرية معدل ديمومتها هي أربعمائة سنة تقريبا جو ملوك شعوب غزوات يعني لما نقرأ التاريخ نتعجب بالأشياء المتغيرات اللي صارت بالعالم واللي كانوا كانوا فعالين في تغيير المجتمع وهذه هي علامة أيضا يسوع يقول توبوا ما معناته بس لا تعملون خطايا قضية ما أخلاقية لكن غير طريقة تفكيركم غير غير عقليتكم لا تبقون لا تبقون سلبيين لا تبقون مثل ما الناس عادة يعيشون لا تبقون تابعين مثل الغنم لا تمشون خلف الناس امشوا خلف شي جديد العهد الجديد هو هو هدف كثير يسوع يحكي عن الهدف المستقبلي عن تحضير المستقبل الشاب اللي 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 فكر بالسنة الجاية أشوف ها أشون أك نجحت ايه هل دا تحضر السنة الجاية هل دا تجمع المصادر هل دا تحضر هذا شيء مهم جدا الشباب أن يعملونه لكن نحنا البالغين أيضا بحاجة إلى أن نعمل وفعلا قراءة العلامات وتحضير المستقبل هي هي أساسية لأنه بعد شوية بقانون الإيمان راح نقول وأيضا سياتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات يعني هناك امتحان في نهاية المطاف وهذا الامتحان يكرم المرء أو يهان ينغادلوا ينغادلوا فعلا تحضير الامتحان ضروري والحياة امتحان يا مو يا مناس ما يفكرون بالامتحان فيروح على القاعة ويرسب قراءة العلامات تحتاج إلى شطارة تحتاج إلى تحضير تحتاج إلى تفكير هذا هو اللي نسمينه دينونا محاسبة يعني ما كل المشاريع تنجح ما كل الطلاب ينجحون ما كل من يدرس أو يتخرج ينجح لا ممكن يأخذ شهادة بس هو هو فاشل ولهذا التوتر القلق القلق الإيجابي القلق المسيحي أكو ناس حزيقين يعني يشتغل الحياة من كل قلبه حزيق يهتم بالأشياء الضرورية بهالحياة ينتبه عليه يقرأ 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 حتى يتعلم لأن المشكلة بنا في كل وحدي في كل واحد من عندنا شلون ننجح في قراءة هذه العلامات لماذا يضطهدوا المسيحيين دائماً لأنهم يختلفون لأنهم لا يشبهون البقية لأن الناس لا تحب بالاختلاف الناس حشر مع الناس يعيد يعني الناس هي الغالبية لا كثير مرات واحد مختلف أحسن من كل البقية يعني كل الاختراعات اللي بدينا هي تفكير ناس فكروا واختلفوا اهتموا اهتموا بأشياء ما كانت موجودة وإلا كان نبقينا على العصر الحجري الصعوبة ضرورية هذه الصعوبة ضرورية لو لا الصعوبات لو لا المشاكل ما كان تقدم العالم أيضا يعني هالأخبار السيئة اللي نسمعها شلون نسمعها شلون شلون نسمعها شلون نتعلم منا درس شلون نقرأ نقرأ ما بين الأسطر أيضا القراءة ما هي بس قراءة الحروف هي قراءة المعنى العميق اللي موجود بالحياة هذا العالم بينه كراهية بينه بينه فشل بينه فراق بينه طلاق بينه إجهاض بينه أشكال من الأشكال اللي نسمعها كل يوم كيف نقدر إحنا ناخذ قرار حتى نحلل شنو سبب الفشل اللي كثير من الناس عندهم السبب هو الأنانية هو أنه بس يشوف نفسه كيف نعلم أولادنا أن لا يبقون أنانيين طبيعي أن يكونوا الطفل أناني لكن ما طبيعي أن يبقى أناني إذا كبر يتعلم يحب يحب وما يكتفي بالغيرة ما يكتفي بالحسد ما يكتفي بالعنف الموجود بينه هالإنفعالات كيف نقلمه كيف حتى ينطي ثمار مثل الشجرة إذن أشكال الضعف الموجودة بالعالم والموجودة بنا يسوء يقول تعالوا نغيره ولهذا رح ياخذ ضعفاء رسل كانوا كلش ضعفاء كلش من عمة الشعب الصيادين ما كانوا من علية القوم وعمل منهم رسل دربهم وقلم لا تخافوا لقد غلبتوا العالم هل نحن نقدر أن نغلب هذا العالم بينا وحوالينا أن نعيش في وسط هذا المجتمع وكأن هذا المجتمع ما يقدر علينا كثير كثير واحد لازم يخاف على أن ينساق يعني يمشي يلبس القبع ويلحق الربع مثل ما يقول المثل الشعبي يعني نمشي نمشي وراء المجتمع يعني ملاحظة بالعطلة أنا شوف كثير من الشباب أخابر مساعة 12 الظهر بعد نايم هذا سعاش قد نام يعني ليش لأن أكو كهرب وأكو انترنت وأخذوا الوحس يمو لي أننا عطلة بس أش نوم راح تنام حرامات هل العطلة هي بس للنوم النوم حاجة حاجة عادية مثل الأكل الأكل الزايد أيضا مضر والنوم الزايد أيضا مو زين هل إنحلال هل التسيب ما هو عطلة العطلة هو زمن آخر مختلف أنا اللي أدير العطلة ما العطلة تديرني أنا اللي أتحكم بي حياتي ما الحياة تتحكم بي ولا الناس ولا الأشياء اللي يتعلقون بها الناس كثير أشياء يتعلقون بها الناس هي محاكات هي تقليد هي مودة والمودة أنا أعرف أشقد هي كارثية لأن الناس يمشون خلف المودة فلوس هل أقدر أن أقول لا بالعطلة هل أقدر أقول أنام بفلان ساعة أقوم بفلان ساعة ما أبقى كسلان ما أبقى ما مع الوقت 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 سيف لم تقطعه قطعك يعني الوقت ترى ما عندنا بس شوية وقت ما عندنا غير شي الفلوس تجي وتروح والناس تجي وتروح بس الوقت يجي وما يرجع وهذا السنة ما ترجع فكم بالأخرى هذه العطلة يمكن أن أتعلم بيا أشياء أنا كير قريت عن شخصيات بالعالم شطار عباقرة من أروح أدور على حياتهم أشوف مثلا هو يتيم هو فقير أعظم الكتاب كتب النصوص ماله بالسجن أحد أسفار العهد الجديد سفر الرؤية من كتب بالسجن ماريوحنة كان في جزيرة بطموس كان مسجون إذن المحنة والصعوبة أوقات الصعبة اللي عشناها بالعسكرية نحتتنا ساعدتنا كل واحد يسأل نفسه أش أقدر أحقق بهالعطلة لو خلص العالم بعد شهر أو بعد أسبوع وجاء يسوع سألني ها شلونك شاكو ماكو أش رح أقدم له أقل نمت لي ساعة وحدة الظهر أش أقل له شلون رح أبرر هذا الوقت اللي عطاني هو أش سويته بينه أش تعلمت منه كثير كثير أكو حكمة بالإيمان مالنا إذا قدرنا أن نقرانه أدعوكم إذن بهاي العطلة أن تساعدون نفسكم وتساعدون عوائلكم بتعلم أشياء جديدة حتى بحوار حتى بزيارات حتى باللعب برا إذا مو حار كثير حتى برياضة حتى أن نروح الجيم حتى حتى يعني بس الله يخليكم لا تعتبرون العطلة هي زمن الكسل الله يحفظنا من هذا حتى لا نقع بالدينونة ويبارك حياتكم ويغسل يغسل كل شي بمحبته آمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر